بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من هو اكبر شرير اليوم طبعا اذا نظرنا للناحية العقائدية لا شك ان ابليس هو الشرير الاكبر وهو العدو الاكبر للانسان هذه عقيدتنا وهو الشرير الاكبر باستمرار ولا شك ان النفس الامارة بالسوء تأتي في مقدمة هذا الشر الاكبر فهي التي تحرك كل الفساد وكل الطغيان وكل الاذى فلا شك انها شرير اكبر لكن لو نظرنا تاريخيا ايضا سيأتي في القائمة من هو الشرير الاكبر سيأتي بالاضافة لهؤلاء المغول شرير كبير ليس علينا وانما على البشرية كلها ايضا الصليبيون هؤلاء شرير كبير كم قتل وكم دمر وكم اغتصب وباسم الدين لا شك في العصر الحديث في القرن العشرين بالذات سيأتي الاستعمار استعمار الفرنسي وماذا فعل في شمال افريقيا وبالذات في الجزائر الاستعمار الانجليزي وماذا فعل في الهند وماذا فعل في كل العالم لا شك انها تأتي في مقدمة الشرير الاكبر فهذه كلها امثلة للشرير الاكبر لكن اليوم اليوم من هو الشرير الاكبر بالاضافة طبعا لابليس والنفس الامارة بالسوب قبل ان نجيب لازم نحدد ماذا نقصد بالشر هل المقصود بالشر هو العنف كل عنف هو شر لا فالمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني مثلا هذه ليست شر هذه كلها خير ويجب ان ندعمها ويجب ان نكون معها لانها دعوة تحرر وليست شرا وهي ليست دعوة للعنف هي دعوة لاقامة العدل والحق وايضا الشر هو ليس الالم الا ترون ان الجراح الذي يعني يقص هذا ويترك الام قد تستمر اشهر هذا في صالح المريض فهو ليس الالم اذا ماذا نقصد بالشر الشر هو التسبب في معاناة الاخرين لاسباب غير اخلاقية لاسباب غير اخلاقية وبالتالي تخرج المقاومة ويخرج الطبيب من هذا التعريب التسبب في معاناة الاخرين لاسباب غير اخلاقية هذه الاسباب قد تكون عنصرية ايمان بان عرق افضل من عرق او الطمع او حب السلطة او الاجرام في بعض الناس ساديين مجرمين والشر الاكبر يعتمد اكبر ماذا اكبر حجما ففي هذه الحالة الاكبر حجما هو الاحتلال الصهيوني الذي جعل فلسطين تعاني وجعل كل الشعوب العربية بل العالم الحقيقة يعاني من وراء هذا الشر الكبير ايضا يأتي من ناحية الحجم الكبير يأتي الطغيان الطغيان العالمي والطغيان المحلي كل الشعوب تعانيها هذه سوريا مثال واضح على حجم الالم وحجم الشر الذي اصاب سوريا الشريفة الطاهرة المهد الحضارة اصابها بسبب هذا الطغيان المجرم كمئات الولف قتلوا وغير الذين اغتصبوا وتشردوا وغير حجم كبير ايضا يأتي في الشر الاكبر الانقلابات العسكرية كم خلفت من جرائم ومن اعدامات ومن سجون ومن تخلف واذا تجدوا هذا واضح في اليمن وفي غيرها فاذا اذا نظرنا من ناحية الحجم كل هذا يأتي اذا عدنا ان ننظر من ناحية عمق الاثر فايضا يأتي الاحتلال الصهيوني هو وراء معظم المعاناة العميقة التي اصابت الشعب الفلسطيني بل كل البشرية والانقلابات اثرها عميق داخليا وخارجيا وتاريخيا وفي ترك الامة في تخلف لا شك يأتي في الشر الاكبر هنا الطائفية التي مزقت امتنا وشغلتنا بانفسنا حتى نسينا فلسطين يأتي ايضا من ضمن الشر الاكبر الدول الغنية التي تدعم الطغيان والاستبداد بل حتى تقيم علاقات مع العدو الصهيوني علنا وسرا لا شك هذا كل شر اكبر اما اكبر الشر اليوم والاطول زمنا واعمق اثرا واكبر حجما فهو الاحتلال الصهيوني الاحتلال هذا ثم يأتي الطغيان ثم تأتي الانقلابات هذه هي الشر الاكبر اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ان نقف حجر عثرة امام هذا الطغيان